توسيع الطبقة المتوسطة قاطرة للتنمية المستدامة والاستقرار الاجتماعي موضوع المنتدى البرلماني الدولي الخامس للعدالة الاجتماعية الذي انطلقت أشغاله بالرباط مناسبة أكد فيها رئيس مجلس المستشارين أن الرهان على الأدوار الحيوية للطبقة الوسطى يعد عنصرا هاما لبناء النموذج التنموي الجديد من أجل مجتمع يسوده التوازن والاستقرار والعدالة الاجتماعية هناك الآن مجهود وطني لصياغة نموذج التنموي جديد يفترض في هذا النموذج التنموي أن يقدم الأجوبة على المعضلات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية وأن يجيب على الأسئلة الحارقة المرتبطة بالفجوات لكي نفر منظومة العدالة الاجتماعية ولكن أيضا الفجوات لدينا في المنظومة العدالة الاجتماعية في قلب هذا النقاش كين سؤال كبير تترح كيف هو موقع ومكانات الطبقة الوسطى في الموري المنتدى المنظم بشركة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وبتعاون مع مؤسسة ويسمانستر للديمقراطية وكونراد أذناور يهدف إلى المساهمة في تعميق التفكير والنظر في سبول صيانة وتوسيع الطبقة الوسطى في المغرب وعلاقة بموضوع العدالة الاجتماعية يعتبر تحسين وضعية الطبقة الوسطى من الأولويات وهو شيء مهم جدا ولقد برهن لنا المغرب على مر الزمن أن هذا شيء ممكن أشغال المنتدى ترتكز حول أربعة محاور أساسية تهم مكانة الطبقة الوسطى في الأجندة المؤسساتي الدولية والوطنية وخصائص ومميزات الطبقة الوسطى ومحددات وإعدادات بزوغ طبقة وسطى بالقرية وتعزيز الطبقة الوسطى كخيار استراتيجي في النموذج التنموي الجديد ترجمة نانسي قنقر